نرجع فضلت الدكتور محمد وسام شكل العبادة عند المسلمين قبل فرض الصلاة كانت ايه او كانت ازاي كانوا يتعبدون على ملة سيدنا ابراهيم كان زيد بن عمر بن نفيل وهو احد الذين تعبدوا بالحنيفية وكان قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبشر الحبيب بانه في الجنة باقباله على ملة سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يقف امام الكعبة ولا يعرف ويقول عذت بما عاذ به ابراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم يقول انفي لك عان راغم مهما تجشمني فاني جاشم ثم يخر على وجهه ساجدا تجشمني يعني تحملني مهما تحملني نعم فاني اتحمد منتهى الحب ومنتهى الخشية والتقرب كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى على الهيئة ما كان يتعبد به سيدنا ابراهيم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلو في غار حراء فيتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد وكان يحرص على ذلك ويخلو بربه سبحانه وتعالى فنزل عليه الوحي واكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة وكانت هذه الصلاة التي صلاها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وحرص على الخلوة والاعتكاف بينه وحده في غار ثور أو في غار حراء حرصه هذا كان مقدمة للوحي والنبوة حتى يبين الله لنا قيمة الصلاة في تلقي النفحات وأن الصلاة معراج العارفين أخذنا هذا من أنها فرضت في رحلة الإسراء والمعراج إذن فهي معراج العارفين ومن هنا ألف ابن القيم كتابه منازل مدارج السالكين ومنازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الله الله على الصلاة لذلك كانت الصلاة أماد الدين اللهم اجعلنا من المحافظين عليها والمخلصين فيها اشتركوا في القناة